السلام عليكم حضرية البريوش المورق بحشوة الشوكولاتة بعجينة قطنية يعود البريوش أحد أشهر المعاجنات في العلام العربي ويكثر الطلب عليه نظرا لما يتميز به من عجينة ريات وهشة والطعم فريد ورائع فضلا عن إمكانية حشو العجينة الخاصة به بالعديد من الحشوات المختلفة بلو يعتمد غالبيات الأفراد على عجينته عند تحضير الفطائر المحشية نظرا لكونها من أفضل العجاء وعبر السطور القادمة ننقل لكم أسهل وأسرع الطريقة لإعداد البريوش الطارية في المنزل مثل الجاهز تماما مقادير عمل البريوش تتمثل المكونات المطلوبة لإعداد عجين بريوش مثالية فيما يلي كواب حليب نصف كواب سكر ملعقة كبيرة خميرة ثورية ملعقة صغيرة ثورية بيضتان نصف ملعقة صغيرة ملح أربع كواب ونصف دقيق مئة جرام زبدة طرية مكونات الحشو قطع شوكولاتة للوجة صفار بيضة ملعقة كبيرة حليب ربع ملعقة صغيرة نسكافية خطوة تحضير البريوش المورق في وعاء صغير نضع نصف كواب من الحليب ونضعه على النار لتدفئته قليلا ثم نرفعه عن النار ونضيف السكر والخميرة ونقل بالمكونات معه ثم نترك الوعاء جانبا حتى تتفعل الخميرة في وعاء عميق وذو حجم مناسب نقوم بنخل الدقيق ثم نضيف له الملح والفانيليا وبيض بيضة معه للاحتفاظ بالصفار للوجة وبيضة كاملة ثم نقلب كافة المكونات معه جيدا نضيف خليط الخميرة إلى خليط الدقيق ونبدأ في عجن المكونات باستخدام اليدين حتى تندمج ثم نضيف الزبدة مع الاستمرار في العجن لمدة عشر دقائق حتى يتكون لدينا عجين متماسكة وذات ملمس نعم نغط العجين باكيس بلاستيكي نقم بمنشفة قطنية ونضعها بمكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها بعد أن تختمر العجين نقسمها إلى كرات متوسطة الحجم ونبدأ بحشو كل كرة بقطعة شوكولاتة مناسبة ثم نعيد تكويورها مرة أخرى نحضر صينيات مدهونة بالزيت ونرص بها كرات البريوش المحشية بالشوكولاتة ثم نغطيها بمنشفة قطنية ونتركها جانبا لمدة خمسة عشر أو عشرين دقيقة أخرى لتختمر مرة ثانية بعد ذلك نقوم بخفق صفار البيضة مع ملعقة الحليب ورشة نسكافيه وندهن بها وجه كرات البريوش ثم نشعل الفرن على درجة حرارة وسط وننتظر حتى يصخن ثم نضع الصينية بداخله ونتركها لمدة خمسة وعشرين دقيقة أو حتى ينضج البريوش ويأخذ اللون ذهبي من أسفل بعد تمام النضج نغلق الفرن ونشعل الشواية ليأخذ وجه البريوش اللون ذهبي ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانبا حتى يبرد البريوش مع مراعاة تخطيته حتى يحتفظ بطراوته مكونات عجينة الباتيات بالجبنة واحدة كيلو دقيق ثلاثة ملاعق كبيرة لبن بودرة ملعقة كبيرة خميرة واحد كيسو بيو كينج بودر واحد كواب سمن أو زيت أثنان ملعقة زبدة بدرجة حرارة الغرفة كواب لبن دافئ كواب ماء دافئ ملح حسب رغبة مكونات الحشوى خمسمائة جرام جبن حلوم أو رومي مبشور واحد أربعة كواب بقدونس مفروم واحد أربعة كواب بصل أخضر مفروم ملح وفلفل أسود حسب الرغبة لدهن الوجه بيضة وحبة الباكة سمسم وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم